وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية دكتور حامد أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية إذن أبدأ من آخر ما كنا نتحدث به وهو المساعدات والإسقاط الجوي الذي تقوب به القوات الجوية المصرية تكثف طلعاتها من أجل إسقاط مزيد من المساعدات على شمال قطاع غزة إذا نتحدث عن هذا الدور الإنساني المهم لمصر في مساندة الأشقاء الفلسطينيين أهلا بحضرتك دائما وأهلا بأستاذ مشاهدي القاهرة الإخبارية طبعا يعني القاهرة بتلعب أدوار كبيرة في إطار الحرص على رفع المعاناة عن الأشقاء في قطاع غزة بشكل واضح على اعتبار أن قطاع غزة تبعد الخطوة الغير مسؤولة والمتهورة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بغلق معبر رفع من ناحية الجانب الفلسطيني تحول قطاع غزة بالكامل إلى سجن كبير ليس به أي شيء لمظاهر الحياة وليس به أي شيء يحتاجه المواطنين الفلسطينيين داخل هذا القطاع وبالتالي القاهرة ومن خلال البحث عن بداء لكيفية اتفال وإنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل القطاع تحرقت وبشكل كبير خاصة بعد غلق ستة معادر موجودة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي تحرقت القاهرة بشكل كبير لإنفاذ هذه المساعدات إلى كل بقع من دقاع القطاع وبالأخص في شمال قطاع غزة باعتباره منطقة موبوءة ولم يسمح الاحتلال بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى شمال قطاع غزة تحديداً إلا القليل منها وده اللي كانت القاهرة بتضغط به بشكل كبير في الهدنة الأولى القاهرة عندما تم إنفاذ الهدنة الأولى وتبادل محتجزين كانت القاهرة من أهم شروطها أن تسمح دولة الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى شمال قطاع غزة وبالتالي القاهرة تفعى وبشكل كبير إلى تنفيذ ما يؤدي عليها ضميرها العربي وضميرها المصري باعتبار أن الدولة المصرية هي دولة تحمل كل معاني الإنسانية إلى الأشقاء في فلسطين وبالتالي هذه الرؤية تتكامل مع الرؤية المصرية بضرورة أن يعيد الاحتلال فتح معبر رفح من ناحية الجانب الفلسطيني حتى يتفنى للدولة المصرية بإنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية من خلال معبر رفح لأن الدولة المصرية قدمت وبشكل كبير كل ما يلزم ومن خلال مجهودات كبيرة سواء من الدولة المصرية أو مؤسفات المجتمع المدني وذلك نتيجة أن منذ اللحظة الأولى كان هناك الشباب المصري وشباب العمل الأهلي وهم مرابطون أمام معبر رفح ويرفعون شعار مرابطون حتى الإغاثة لإنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية بعد تعمل طوالح من الجانب الإصطائي نعم دكتور حامد وفي الحديث أيضا عن فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أو إعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني مصر قدمت الكثير منذ بداية هذه الأزمة وتجلى ذلك جليا أيضا في الضغط على المجتمع الدولي ومنها الولايات المتحدة وهذا ما أصفر عنه أيضا حديث مؤخرا لجون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض والذي أكد فيه بأن البيت الأبيض اليوم يتابع وبقلق ما يجري في مدينة رفح الفلسطينية من ناحية أخرى أيضا أكد على إعادة فتح معبر رفح على الفور إذن هذا الجهد أيضا مهم وهذه التصريحات إلى أي مدى من الممكن تتوقع أن تضغط على الجانب الإسرائيلي لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني يعني لابد أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها كدولة يعني هي الأكبر في العالم وهي الدولة الوحيدة القادرة على لدم دولة الإحتلال الإسرائيلي وفتح المعابر ولكن دعينا نستشب بمواقف سابقة عندما كان أنتوني بلينكين يزور إسرائيل في الزيارة الخامسة له إلى المنطقة وكان من المفترض أن يقوم بزيارة معبر قرم أبو سالم ولكن نتيجة أن المستوطنين اليهود قاموا بغلق الإسرائيليين المتطرفين قاموا بغلق معبر قرم أبو سالم ولم يسمحوا بإنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية من داخل هذا المعبر وجدنا أن أنتوني بلينكين قام بإلغاء زيارته كدليل قاطع على أن الإدارة الأمريكية ما زالك لم تتحلى بالإرادة السياسية اللازمة للضغط على إسرائيل فواء لوقف العملية البرية على مدينة رفع الفلسطينية أو لإنساز المساعدات الإغاثية والإنسانية وبالتالي التعويل على التصرحات الأمريكية في ظن وتقديره هو التعويل على ثراب لأن الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحظة بدلا من أن تدرب بفتح المعابر سواء معبر رفع أو ستة معابر أخرى نجد أنها تذهب إلى بناء رصيف بحري لا يمثل الواقع بصلة ولا يمكن أبدا أن يكون هذا الرطيف البحري بديلا للمعابر البرية أولا لسهولة إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية من خلال المعابر البرية وأيضا من صعوبة تشغيل الرطيف البحري الذي لن يتمح بإنفاذ إلا تسعين شاحنة فقط على الرغم من أن القيادة السياسية المصرية قالت قبل ذلك وبشكل واضح أن القيادة كانت يدخل من خلال معبر رفع ما لا يقل عن ستمائة شاحنة يوميا فكيف يمكن في هذه الظروف القاطية والتي يحتاج إلى 2.5 مليون مواطن فلسطيني إلى كل أنواع الدعم الإنساني والغذائي وتقدم لهم تسعين من تسعين شاحنة وإن زادت هذه الشاحنات تصل إلى 150 شاحنة فقط يوميا كدليل قاطع على التعامل بعدم وقعية في أزمة ما هي أزمة الأصعب والأخطر إنسانيا في تاريخ البشرية نعم يعني هناك بعض الإشكاليات في الرصيف الإنساني ويعني واضح من خلال التصريحات الأخيرة بأن هناك صعوبة من قبل الولايات المتحدة لإتمامه ولكن على الرغم من ذلك تواصل مصر عمليات الإنزال الجوي من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإلى الأشقاء الفلسطينيين بالإضافة إلى كما تحدثنا دكتور حامد الدور السياسي والديبلوماسي الذي لعبته مصر مصر تلعب على الدوام دورا محوريا في القضية الفلسطينية وبات هذا جليا منذ السابع من أكتوبر حيث سارع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى استضافة قادة الدول من خلال قمة القاهرة للسلام تبعها زيارات عديدة لعدد من قادة الدول وأيضا وزراء الخارجية للتباحث فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية الدور السياسي والديبلوماسي أيضا الذي لعبته مصر حتى اليوم كيف من الممكن أن ننظر إليه ونتحدث عنه يعني بشكل واضحي أستاذ داما ما وصلنا إليه هو نتيجة أن المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لم يؤمنوا بالسرقية المصرية من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي حتى قبل 7 أكتوبر أنا لا أختزل الدور المصري بعد 7 أكتوبر فقط ولكن الدور المصري هو دور عظيم ودور ثابت ودور راسخ ودور قادر على صناعة الفارق إذا آمن المجتمع الدولي بالرؤية المصرية بدور التنفيذ مبدأ حل الدولتين يعني كان فيه اعتداء خطر جدا على قطاع غزة فيه خمسة في شهر خمسة أو في شهر مايو عشرين واحد وعشرين وكيف نجحت الدولة المصرية في التعي وبكل قوة إلى وقف هذا العدوان حتى أن القادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيتي لم تكن فيه داخل الدولة المصرية ولكنها كانت في فرنسا لحضور مؤتمر دعم السودان وخرج الرئيس المصري ومعه الرئيس الفرنسي مقروم ببيان مشترك في هذا التوقيت وأكد سويا على ضرورة وقف العدوان وضرورة اللجوء إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين وحتى بعد 7 أكتوبر كان فيه زيارة مهمة جدا للرئيس الفرنسي للقاهرة وآمن بالسردية المصرية وآمن بضرورة أن يكون هناك أنا أتحدث عن ضرور مصر فيه القرار الذي صدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار أن الدولة المصرية كانت من أكثر الدول تأثيرا في السياسة الخارجية للكثير من الدول باعتبار أن هناك تشاور وتنفيذ بين الدولة المصرية وبين الكثير من الدول الأوروبية لدرجة أن أغلب الدول الأوروبية التي دارت مصر اعترفت وأقرت بفلسطين في هذا القرار وفي هذا التصويت وهنا أتحدث عن الرئيس الفرنسي أتحدث عن رئيس وزراء أسبانيا ورئيس وزراء بلجيكا باعتبار أن هذه الدول من أهم الدول سواء رئيس وزراء أسبانيا الذي كان الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي والآن الرئيس البلجيكا ورئيس وزراء بلجيكا ودولة بلجيكا هي الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي وبالتالي المواقف المصرية كانت ناجعة وقوية حتى قمة القاهرة وما انبثق عنها من تقارير واضحة ومن بيان ختاني أكد على ضرورة تنفيذ مبدأ حل الدولتين وقمة القاهرة هي كانت القمة الرئيسية واللبنة الرئيسية لانعقاض القمة العربية الإسلامية بمشاركة أكثر من 57 دولة واللي انبثق عنها المجموعة الوزرية العربية ومن ضمنها وزير الخارجية المصر الإسلام الشوقري واللي اتجه لكل دول العالم وقاموا بجوالات مكوكية من خلال السعي وبكل قوة إلى الضغط للأتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية وهذا ما كلنا بالنجاح وبالتالي الدولة المصرية ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية والآن يؤمن العالم بضرورة أن تتحرك القوى العربية والقوى الأوروبية والقوى الدولية وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في خندق واحد وباقي دول العالم جميعهم يدعمون الرؤية الواضحة لضرورة نزع فتيل الأزمة في الشرق الأوسط ووقف إسرائيل عن تصفية القضية الفلسطينية ووقف إسرائيل عن حرب الإبادة الجماعية وعدم تحركهم باتجاه رفع الفلسطينية وأيضا ما يدفع في اتجاه تعزيز دور مصر فيما يخص المساعدات الإذاتية والإنسانية وبالتالي الدولة المصرية نجحت في أن تلعب أدوار مركبة وحتى أمام محكمة العجل الدولية نجحت مصر في تقديم مذكرة شافية وافية لأجراء من الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاعها نعم كل شكر لك دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية على كل هذه التفاصيل